اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحافة الغد القراءة والتحليل في اهم العنوين والمنشتات الصادرة في الصحف والمجلات المصرية وفي حلقة اليوم سنتناول بالقراءة والتحليل اهم ما جاء في جريدة اخبار اليوم وبيساعدنا ويشرفنا ان يكون معنا الكاتبة الصحفية الاستاذة مريم الشريف اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك واهلا بكل استاذ المشاهدين مشرفان ومن ورانا ايه ساعدني الشريف جريدة روزة اليوسف اه نبعتذر جريدة روزة اليوسف خلينا نبدأ مع حضرتك على طول من الصفحة الاولى قمة الفراعنة والاغريق السيسي لا احب بكلمة الجاليات والتعاون بين مصر وقبرص واليونان انعكاس للعلاقات الثابتة ثلاث رؤساء يفتتحون احياء الجزور بمشاركة 120 قبرصيا ويونانيا طبعا اليد التعاون زي ما اكد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بين مصر واليونان وقبرص دي بتعود لعلاقات تاريخية كانت موجودة من قبل كده العلاقات بين مصر واليونان وقبرص ليست وليدة اللحظة ويمكن وجود اطلاق هذه المبادرة مبادرة عودة الجزور من اسكندرية كان لي دلالة كبيرة جدا واكبر دلالة ان هي مدينة مهمة جدا وكانت مليئة الحقيقة بالجاليات اليونانية والجاليات الكبرصية يمكن بداية محافظة اسكندرية تم تأسيس دعائمها على ايد الاسكندر الأكبر 332 قبل الميلاد حقيقة الاسكندرية نقطة الالتقاء بين الحضرات والثقافات كما أكد سيادة الرئيس المبادرة دي مبادرة مهمة جدا اطلقتها مصر تحت عنوان مبادرة عودة الجزور للاحتفاء بالجاليات الأجنبية اليونانية والقبرصية الموجودة في مصر هدفها أيضا إعادة السياحة التاريخية للأماكن اللي كانت موجودة فيها هذه الجاليات اليونانية والقبرصية اللي كانت موجودة في مصر فأنا شايفة أن هذه المبادرة من المبادرات المهمة جدا جدا تتالي الزيارات الخاصة بالمسؤوليين القبرصيين واليونانيين على مصر هدفه تطوير ودعم هذه الألية التعاون بين الدول السلاس للأمام وزي ما قلت في البداية أن التعاون دوت ليه جزور وليه علاقات تاريخية لذلك أنا شايفة حقيقة أنها من أهم المبادرات اللي أطلقتها مصر ورحبت بيها مش بس قبرصي اليونان ولكن رحبت بيها مختلف دول العالم ودعوا لإقامة مبادرات على غرارها الاستجابة بقى شايفة الاستجابة خاصة أن في بوادر استجابة طيبة أنا شايفة طبعا الاستجابة مهمة جدا وشايفة أن فكرة الاحتفاء بالجاليات الموجودة في مصر فكرة في غاية الرقي وفي غاية الروعة يمكن برضو زي ما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت مصدر للتسامح والقيم الرخاء والأمان لذلك كانت مقصد كثير من شعوب العالم من شعوب المنطقة اختيارهم لمصر للإقامة فيها والعيش فيها خاصة أننا عندنا جالية في أعداد كبيرة جدا من الكبرصيين واليونانيين المتوجدين في مصر فأعتقد أن هذا ممكن يسهل المبادرة دي طبعا أكيد ومازال موجود عدد من اليونانيين ومازال موجود عدد من الكبرصيين ممكن نشوفنا في المؤتمر اليوم صحفيين الكبار أحد صحفيين اليونانيين الكبار اللي أكد أن ابنه تولد في محافظة بورسعيد في مصر هنا حصل على جنسية يوناني مصري فأنا شايفة أن هي علاقات رائعة جدا وشايفة أن التعاون أكيد هيكون كبير جدا جدا على كافة المستويات في مختلف المجالات الفترة المقبلة بين الدول السلاسة فكرة افتتاح المبادرة دي من قبل سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وسيادة رئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص وسيادة رئيس رئيس اليونان فأنا شايفة أن هي فكرة في غاية الروعة ودليل على مدى أهمية هذه المبادرة طيب خلينا نروح للصفحة الثالثة نحو المستقبل 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية في قطاع البترول خلال العام الحالي الجديد والثلاث محاول رئيسية لتحويل مصر لمركز إقلامي للطاقة الحقيقة أعلن سيادة الوزير المهندس طرق الملة وزير البترول والثروة المعدنية عن وجود مزايدتين عالميتين مهمين جدا مفترض انطلاقهم خلال الفترة الحالية في مصر مزايدة الأولى خاصة بالبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والمزايدة العالمية الثانية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر طبعا هذه المزايدتين العالميتين يأتي في طار خطة واستراتيجية الوزارة لمزيد من الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها في المناطق المحتمل وجود فيها مزيد من البترول ومزيد من الغاز الطبيعي الحقيقة طبعا ده الكلام ده أعلن سيادة الوزير المهندس طارق الملة اللقاء العقد في غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة وكان تحت عنوان مركز مصر مركز محواري للطاقة طبعا الحياة الوزارة بتقوم أو جارية في تنفيذ مشروع القومي بأن تصبح مصر مركز مش بس مركز قومي للطاقة ولكن مركز إقليمي للطاقة في المنطقة فأنا شايفان ده أمر مهم جدا وفيه بوادر الحقيقة قامت بها الوزارة أهمها طبعا قانون الغاز الجديد ده أهم التطويرات إنشاء جهاز مستقل بالغاز الطبيعي وغيرها وغيرها من الإجراءات اللي جارية بتقوم بيها ودارة البترول خلال الفترة الحالية لمزيد من الاستكشافات الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة الحركة في قطاع البترول ومجال الطاقة هي مستمرة منذ سنوات قليلة فشايف ده إنعكساته إيه على المستقبل؟ طبعا ده إنعكس على مزيد من الإصلاحات الاقتصادية ومزيد من الاستقرار السياسي فكرة إن جذب استثمارات بحوالي 100 مليار جنيه خلال العام المالي زي ما أعلن سيد الوزير طارق الملة في العام المالي من 2018 إلى 2019 فطبعا ده رقم مش أولي الأبناء رقم مهم جدا استثمارات بهذا الحجم في قطاع البترول والغاز الطبيعي هتعود باستقرار هائل جدا في مصر من ناحيتين الاقتصادية والسياسية أكيد الخطوات اللي بتتخذها مصر في مجال الطاقة ومجال البترول ناس كتير شايفاها إن ده استثمارات حقيقية واستثمارات هتجني المزيد من الأرباح بس الناس ما تنتظرش دلوقتي ممكن على المستقبل القريب كلام ده صحيح؟ بالنسبة للمزايدتين السيادة الوزير أهلا عنهم المزايدة اللي خاصة بتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر والأخرى الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط دول سيادة الوزير أعلن أنهم المفترض هينتهوا قبل نهاية العام الحالي يعني خلال عام 2018 فطبعا ده شيء مهم جدا أن يتم تنفيذ هذه المشروعات الضخمة في وقت قليل وطبعا ده طبقا لتعليمات سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي إن المشاريع يتم إنجازها في أقصر وقت ممكن طبعا ده بيعم بالخير على المواطن المصري أكيد طبعا استثمارات في مجال البترول والغاز الطبيعي مجالات الطاقة عموما طبعا أكيد هتعم بكثير من الرخاء وكثير من الإصلاحات الاقتصادية وزي ما أنا قلت أن حجم الاستثمارات المقرر دخها خلال الفترة العام المالي 2018-2019 تقدر بمئة مليار دولار في دول مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة في مصر بالتأكيد صحيح يعني يمكن يعني بعيدا عن البترول يمكن أقربهم روسيا يعني المهتمة بمشروع الضبع النووي يعني إن شاء الله نتمنى إنه يتم هو جاري تنفيذ فيه نتمنى إنه يتم الانتهاء منه في أقرب وقت فبالتأكيد مختلف دول العالم دلوقتي بتنظر لمصر وبتشوف الرخاء وبتشوف يعني تطور ودعم مصر للأمام تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة شايفة زي؟ طبعا ده أمر مهم جدا أكيد يعني أنا شايفة هيبقى قناة السويسي التانية للمرة التانية بتتم من خلال إن مصر تبقى مشروع كبير جدا مشروع إقليمي للطاقة طبعا ده أمر مهم جدا هيجذب مزيد من الاستثمارات هيوفر فرص عمل هائلة لعدد كبير جدا من الشباب في مصر فنتمنى إن شاء الله أن الموضوع ده يتم في أقرب وقت هو ينفس خلال الفترة المقبلة إن شاء الله أكيد أنت جاء بره الظروف عملية؟ طبعا التراب عصفة ترابية هائلة يعني الحقيقة طيب النهاردة الحكومة في غرفة العمليات المركزية ده في الصفحة الخمسة طوارئ لمواجهة السيول والعاصف الترابية وتجهيز مخارات السيول بالمدن لتأمين المحافظات والريء الانتهاء من الخطة الخمسية لحماية المحافظات من السيول بتكلفة 4.6 مليار جنيه الحقيقة تفقد اليوم المهند الشريف إسماعيل رئيس الوزراء غرفة العمليات المركزية وكان برفقته سيد أبو بكر الجنزي وزير التنمية المحلية طبعا لمتابعة آخر التطورات الخاصة بتقلبات التقص والمناخ اللي شهادتها مصر بداية من اليوم من عصر 2 ومفترض أن هي تنتهي غدا عصر السلساء إن شاء الله طبعا كتير من المحافظات متوقعة تنتهي غدا ولا تنتهي آخر الأسبوع لا المفترض يعني آخر تقرير لهيئة الأرصاد الجوية المفترض أنه غدا السلساء ده بالنسبة لعصفة الترابية المفترض بكرة إن شاء الله لتلات طبعا سيادة رئيس الوزراء المهند الشريف إسماعيل أجرت الصلاة مع محافظي البحر الأحمر ومحافظ البحيرة وخاصة أن أحد المناطق الموجودة في البحيرة تكبدت خسائر وتم نقل سكانها لمنطقة أخرى اسمها منطقة الأمل تجنبا لأي خسائر أخرى طبعا أوصى سيادة رئيس الوزراء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وخاصة في المناطق التي يتجمع فيها كميات نياه بشكل كبير وطبعا زي ما شفنا الفترة اللي فاتت التجمع الخامس واللي حصل فيه طبعا منطقة رأس غارب برضو تأثرت طبعا تأثرت بشكل كبير جدا وخاصة في موضوع السيول فجاري دلوقتي رفع حالة تأهب قصوى بالنسبة للتقلبات المناخية طبعا مفترض المواطنين ياخدوا الحذر بالنسبة لقيادة السيارة بالنسبة لللي في البيوت يقفلوا الشبابيك كويس جدا وخاصة أصحاب مرضى السدر وجهاز التنفسي عليهم طبعا يحذروا من هذا الأمر هيا سيادة رئيس الوزراء أكد أن احنا عندنا في مصر مشكلة في البنية التحتية بالضبط بتتطلب ده في كل المناطق وكل المحافظات صحيح بتتطلب حوالي 100 مليار جنيه لإصلاحها وده طبعا هيتم وضعها في الموازنة الجديدة بالنسبة لرقم كبير جدا رقم كبير جدا أكيد بس يعني حتى الآن مش عارفين هيتم الآلية الخاصة بتنفيذ هذا الرقم لكن أكيد في خطة الوزارة وخاصة أن وزارة التنمية المحلية هأكيد هتقوم بيها لوضع حل لهذا الأمر طب المناطق الجديدة ده هل هيبدأ بيها الإصلاحات ويشوف البنية التحتية ولا هيبقى كله مع بعضه لا بتأكيد هيبقى كله مع بعضه يعني في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة أنه فيه مناطق تأثرت بشكل كارسي مش بس المنطقة التجمع الخامس لكن فيه منطقة زي ما قلت لحضرتك رأس غارب دي كتكبات خسائر كبيرة جدا أيضا في البحيرة تم نقل سكان منطقة بالكامل لمنطقة أخرى بسبب السيول بيها وغيرها طبعا من المناطق اللي هي بتشهد تجمع للمياه بشكل كبير فنتمنى إن شاء الله أن التقلبات المناخية دي عموما بتحدث كل عام في مصر بالشكل ده ونتمنى إن شاء الله تنتهي على خير الصحة بتقول رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والدفع بـ 1646 سيارة إسعاف صحيح وزارة الصحة الحقيقة أعلنت هذا الأمر وما يقرب من 1640 أو بيصل حتى لـ 2000 سيارة إسعاف طبعا للمخاطر اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت وخاصة بالمناطق اللي كان فيها تجمع في المياه وتأثر عدد من المواطنين يمكن في مواطن لقى مصرعوا الفترة الماضية بسبب البرك والرعد اللي شهدتها الجمهورية الإسبوع الماضي بالنسبة لي المستشفيات أيضا أعلنت استعدادها ومجهزة لاستقبال أي حالة طارقة صحيح نسبة الطوارئ في المستشفيات ودبعا ده تبقى لتعليمات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اللي أكد ضرورة رفع درجة للسعدادات القصوى وضرورة إعداد تجهيزات ويبقى فيه تعاون مع الطوارئ في مختلف أنحاء الجمهورية بجميع المستشفيات في هذا الأمر تجنبا لأي مخاطر أو أي أضرار خاصة بالمواطنين خلينا نروح مع حضرتك لي صفحة السادس 55 مليار جنيه سددها الكبار للضرائب البنوك وشركات الاتصالات والبترول الأكثر ثدادا ووزير المالية اجتماع مع صندوق النقد الإسبوع المقبل ونستهدف 610 مليار جنيه من الضرائب الحقيقة حصيلة مركز كبار الممولين استقبل حوالي 55 مليار جنيه من مقابل 33 مليار جنيه في العام الماضي فأنا شايف أنه رقم مهم ورقم كبير جدا بالنسبة لتحصيل الدرائب وبيدل على مدى الالتزام وأيضا رئيس مصلحة الدرائب أكد أن شركات الاتصالات بتأتي في المقدمة بخصوص هذا الأمر في سداد درائبها بتليها البنوك مقارن أن يتم عقد اجتماع خلال الإسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر الخاص بالدرائب خطوة مهمة أن كل الشركات وكل المصالح أن يتسدد الدرائب بتاعتها ويتتبع القانون في هذا الموضوع طبعا ويمكن إحنا عنينا الفترة الماضية في قانون الدرائب بالضبط التهرب الدريبي وقانون الدرائب حتى وصل البرلمان لا حل وتم إطلاق قانون الدرائب بعد مقعاناة يمكن وبعد يعني مزيد من الأقويل الخاصة بالدرائب وأنا شايف أن الدرائب بالنسبة لمصر شيء مهم جدا جدا وحق واجب من المواطن حق الوطن على كل مواطن مصري الاستجابة بقى إزاي شايفها الاستجابة في كل الفئات وكل الشركات وكل المصالح أنا شايف أن الاستجابة بشكل كبير بقت كويسة مقرنة طبعا بالسنوات الماضية طبعا يمكن التهرب الدريبي زاد وصل حد كبير خاصة بعد الثورة أثناء ثورة يناير لكن أشايف أن الحمد لله تم الانتظام في سداد الدرائب خلال الفترة المؤخرا ويمكن شركات الاتصالات زي ما قلت لحضرتك أنها جاءت في المركز الأول بخصوص هذا الأمر وتالتها البنوك وبالتأكيد كبار رجال الأعمال القانون يطبق بخطة سبتة طبعا بتأكيد وطبعا عقوبة التهرب الدريبي عقوبة كبيرة جدا ومن المهم طبعا يتم سداد الدرائب على أكمل وجه كل العالم ليه كيف الرياضة؟ أكيد شوية محمد صلاح والحلال اللي عملها في الشارع المصري أكيد طبعا كبتل محمد صلاح يعني الكل طبعا أكيد يعرف كل التفاصيل عنه يعني طبعا هو فخر لكل المصريين أمل مصر طبعا أمل مصر في كاس العالم وحصوله على لقب أفضل لاعب الدوري الإنجليزي طبعا من خلال فريق ليفر بول ده كان أمر مهم جدا وكان فخر لكل المصريين وأعتقد أن ليفر بول هيتمسك به أكتر وأكتر ومستحيل يتم بيعه لريال مدري دي معلومة من الكواليس نختتم من الصفحة الثانية صلاح ينافس بوجيو طنطم ويخطف سندريلا في رمضان يمكن احنا تفاجئنا خلال الفترة الماضية ويمكن كل المواطنيين تفاجئوا بفوانيس على شكل كابتن لعب كابتن محمد صلاح فيمكن الفوانيس دي برضو جذبت الأطفال بشكل كبير لأن فيه كتير جدا من الأطفال طبعا بيحبوا ومتعلقين بنجم الكرة أو الفرعون المصري زي ما بيلقب في ليفر بول بكابتن محمد صلاح يمكن فانوس كابتن محمد صلاح دوت كان الأعلى بيعا خلال الفترة دي ووصل 8 جنيه اشتريتو ولا لسه؟ لا لسه ما اشتريتوش بس أكيد هشتريه إن شاء الله فأنا شايف أنه فعلا هو بينافس كل الألعاب المحببة للأطفال طبعا لاعب مهم جدا فخر للمصريين والحمد لله يمكن أزمته الفترة الأخيرة يمكن جارحة لها على خير ويمكن سيادة وزير الرياضة قال إن هو هيتدخل تبقى للتصريحات إنه هيتدخل لحل هذه الأزمة والحمد لله التدخل والأزمة إن شاء الله في طريقها للحل شايف الرواج بقى والتجار والصناع بيستغلوا أي حالة شعبية بتكون في المجتمع المصري مش محمد صلاح بس ولكن بيستغلوا أي حالة علشان يروجوا للسلع بتاعتهم خاصة ما يكون فيه مناسبة زي شهر رمضان والأطفال بتحب تشتري الفوانيس صحيح فعلا التجار بيستغلوا الموضوع ده وأنا شايف أنه مش عيب يعني أنه يتم استغلال بالضبط للاعد مهم محبب الأطفال والكبار طبعا بيحبوه ويتم عمل فانوس على شكل كابتن محمد صلاح فأنا شايف أن هذا الأمر مهم والحقيقة هو يستحق ذلك يعني كابتن محمد صلاح هو فخر لكل المصريين وأن يتم عمل نموذج في شكل لعبة محببة للأطفال يعني حقيقة ده شيء محترم بالضبط صحيح الأستاذة مريم الشريفة الكاتبة الصحفية بجريدة روزا ليوسف شرفتين نورتينا بسي جدا أشكرك وأشكر كل السيدان شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام دي كانت حلقة النهاردة في صحافة الغد غدا بإذن الله حلقة جديدة دمتم في أمان الله